موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبعة المشاهد في مشاركة رفيعة المستوى تعد الأولى من نوعها تنطلق اليوم أعمال القمة الإسلامية الثالثة عشر لقادة أدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت الشعار الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام فيما يترأس خادم الحرمين الشريفين وفد المملكة المشارك في القمة الإسلامية نتابع أبرز ما جاء في الصحافة حول هذه الزيارة ثم نعود تفاعلت الصحف المحلية اليوم مع انطلاق أعمال القمة الإسلامية الثالثة عشر والبداية من صحيفة الرياض التي جاء عنوانها خادم الحرمين يرأس وفد المملكة إلى القمة الإسلامية اليوم حيث وصل الملك سلمان إلى أسطنبول أمس ليرأس وفد المملكة في القمة الثالثة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي التي تبدأ اليوم وسط مشاركة عدد من قادة دول منظمة التعاون الإسلامي وفي نفس السياق شارت صحيفة الجزيرة إلى لقاء الملك سلمان مع أمير الكويت وولي عهد البحرين في مقر إقامته بإسطنبول حيث استعرض معهم عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الثالثة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي صحيفة الشرق الأوسط استعرضت توافد قادة الدول الأضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى مدينة إسطنبول للمشاركة في القمة كما أشارت إلى توقف وزراء الخارجية عند النقاط الخلافية ورفعها إلى اجتماع القادة قمة العدالة تتصدى للعبث الإيراني بهذا العنوان تناولت صحيفة الوطن مسودة البيان الختامي للقمة الإسلامية والذي جاء في سبعة وثلاثين صفحة تضمنت مئة وستة وتسعين فقرة تناولت فيها مختلف القضايا أما صحيفة مكة فكان عنوانها البارز على الصفحة الأولى قمة الإسلام سلام حيث أشارت إلى إثنتين عشر وثيقة مطروحة على طاولة قادة العالم الإسلامي فيما تحضر إيران إلى القمة محاصرة بعلاقات متوترة مع ثلاثة عشر دولة صحيفة الحياة ركزت على القمة الإسلامية الثالث عشر بجناحين أولهما التاريخ بهيبته وثانيهما الحاضر بأحداثه المتسارعة التي تنتظر القرار ولا تحتمل الفرار من أجندة قديمة صحيفة الاقتصادية وضعت منشتة حمل عنوان ملك السلام يحمل هموم العالم الإسلامي إلى قمة إسطنبول حيث يتدارس قادة الدول الأعضاء إثنى عشر وثيقة على طاولة العالم الإسلامي فيما أشارت إلى انفراد الصحفة التركية بتقارير خاصة منذ وصول الملك سلمان إلى الأراضي التركية وفي ذات السياق استعرضت صحيفة المدينة مباحثات ملوك ورؤساء الدول الإسلامية لإثني عشر وثيقة مهمة في إطار الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام أما صحيفة اليوم فركزت على ترقب شعوب دول العالم الإسلامي صدور قرارات ومبادرات عملية من قادة العالم الإسلامي في مؤتمر القمة الإسلامية بمدينة إسطنبول اليوم وأخيرا من صحيفة عكاظ التي وصفت مشاركة خادم الحرمين الشريفين في قمة إسطنبول بذروة الدبلوماسية الناجحة وتناولت تحت هذا العنوان أهمية القمة الإسلامية في تعزيز العمل الإسلامي المشترك موسيقى مرشايدين كانت هذه جولة صحفية على تغطية الصحف المحلية لأعمال القمة الإسلامية الثالث عشر لقادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تعقد اليوم في إسطنبول الآن أرحب بضيفي فيه الستوديو نائب مدير تحرير صحيفة اليوم الأستاذ خلف الخميسي مرحبا بك أستاذ خلف مرحبا بك وأيضا ينضم إلي أستاذ ماجد الكناني الإعلامي من جدة مرحبا بك أستاذ ماجد أنا ما أسمع يا سيد الآن تسمعني الآن أسمعك كيف حالك الله يسلمك طيب أبدأ سؤالي مع أستاذ خلف كيف وجدت تناول الصحف للقمة الإسلامية اليوم لا شك الصحف فرضت صفحات مميزة اليوم كما طلعناها في صحفتنا وفرضت برضو مساحات على الصفحة الأولى بلا استثناء يعني ربما أنه نظلم صحيفة إذا قلنا هي تميزة عن الأخرى في التغطيات كل صحيفة غطت جانب معين على رغم أنه ممكن الهدف كان واحد إلا ما تصب إليه المملكة من توحيد الدول العربية والإسلامية وهي جولة الملك سلمان بن عبداليز حفظ الله التي بدأ في مصر وثم اليوم في ذهب إلى تركيا واليوم في القمة كما قلت نظلم الصحف إذا أنا قلت أن المدينة أفضل من الرياضة أو الرياض أفضل من الجزيرة أو عكاظ أو الوطن لديها انفرادات الصحف جميلة تغطيات كانت مميزة شفنا كلها عبارة عن صور معلومات تهم القارئ وتهم سواء الداخل أو الخارج نقلت لنا صحفتنا برضو أنا هنيهم برضو عن أنهم قدوا يلحكوا على الطبع الأولى لأنه دائما عندنا ممكن إشكالية في الطبع الأولى وعلى تكون على مستوى المملكة الطبع الثانية تكون على مستوى المدينة الطبعات الأولى شاهدناها كانت العنوين ربما أنه شفنا بعض الصحف كانت برضو الصفحة الأولى كانت معنوناة وكانت يعني اكتسبت اللون الأحمر تدل على عنوين قوية وهي يعني العنوين القوية أتت من منبع أنه كانت الزيارة ثمينة وكانت زيارة كبيرة لخدم الحرمين الشريفين خلال جولته سواء كلنا شاهدنا للتفاقيات اللي حصلت في مصر والجسر الرابط بين البلدين الآن شاهدناه اللي ذهب إلى أنقرة واليوم في القمة هذه في القمة أتوقع يمكن هناك مباحثات ليمكن أكثر من 12 ملف سيبحثها الملك سلمان هناك في القمة وكذلك يعني رؤساء الدول في اجتماعهم في أنقرة هذه الملفات المختلفة يعني من ضمنها اللي هي المشاكل اللي حاصلة مع إيران وهذا ممكن سنتحدث عنه في خلال حلقتنا صحيح أتوجه بالسؤال لأستاذ ماجد لاحظنا بأن كل صحيفة حاولت أن تقدم شيء مميز ومختلف لمنافسة الصحف الأخرى ما هي المواد التي لفتت انتباهك في تغطيتها لهذه القمة الحقيقة أنه كان هناك الكثير من التغطيات الجميلة جدا التي قدمتها الصحف منذ بداية زيارة خادم الحرمين لمصر ثم مرورا بتركيا وانتهاءا الآن بالقمة عذرنا الصوت في إذني إذا ممكن شئ لنم أقدر أتكلم كده طيب ممكن على بال بس ما منضبط الصوت لأستاذ ماجد أكمل حديثي لأستاذ خلف حتى يضبط بس الصوت عندك أستاذ ماجد أستاذ خلف ذكرت صحيفة الحياة أن القمة ستشهد في بيانها الختامي إدانة للتدخلات الإيرانية في المنطقة وفرعه المخرب في المنطقة حزب الله برأيك هل سيشكل ذلك الموقف من قبل البلدان الإسلامية ردعا حقيقيا لتدخلات النظام الإيراني في المنطقة لم تحصل هذه القمة إلا لمناقشة الملفات وهذا ممكن من أهم الملفات التي ستناقشها القمة اليوم كان التدخل إيران في المنطقة الفترة الأخيرة مزعد جدا يعني التدخلها سواء إذا تحدثنا مع الحوثيين في اليمن أو تحدثنا مثلا التدخلها في سوريا وكذلك في لبنان مشكلة إيران مضطربة داخليا وهذا الإضطراب الداخلي هي حاولت أن تنقله الخارج ونجحت في نقله إلى الخارج فإيران لن لن تهدأ خارجيا حتى تهدأ داخليا لكن إذا انهدت في الداخل أو داخل إيران هذا ندير شوم إلى إيران أنها ستسقط أو ستكون هناك فيها يعني ممكن يلحقها الربيع داخل إيران الملف الإيراني ملف شائك وتدخلات إيران لم تكن وليدة لم تكن قريبة بين السنة وسنتين تدخلات إيران قديمة وتدخلاتها كذلك في محاولة تعمله من زعزة في الحرم المكي منذ عدة سنوات صحيح من عشرات السنوات هذه القمة تحاول الدول العربية فعلا كما قلت أنها عملية أنه إيقاف إيران عند حدها بالتحالف الذي حاصل بالعقوبات أو غيرها من الأشياء اللي ربما تفرض على إيران في عملية أنه إيقاف إيران عند حدها المعين الدول لم تطلب عملية أنها تدخلت في السياسة الداخلية لإيران هذه سياسة لكل بلد له سياسة لا الدول الأخرى هي الآن المطلب الأول أنه لا تدخل إيران في شؤون المملكة العربية السعودية عندما تحدثت وقطعت علاقاتها مع إيران كانت المشكلة أنه تدخلها في علاقاتها مع السعودية لم تكن وجدت نظر المملكة العربية السعودية أنه إيران سياسة الداخلية مع شعبها أنه كان جيد وغير جيد لا هذه سياسة دولة يعني نحن لا نسمح مثلا في دولة أخرى تدخل في شؤون أنا مثلا في بيتي لا أسمح لجاري أو لأخوي أو لصديق أنه يتدخل في شؤون بيتي لكن أنه شؤوني الخاصة فيني هذا الشيء راجع لي هو شؤونه وبرضه نفس الحكاية راجع فيه إيران أنها مدت أو وضعت هناك أصبع في كل يعني رفعت يدها ووضعت أصابع في بعض المناطق هي وضعت يعني هي وصلت الآن يعني وصلت إلى سوريا وصلت إلى لبنان وصلت إلى اليمن عن طريق الحوثيين وبرضه وصلت نحن في الداخل عن طريق الحجيج يعني نحن كلنا نعلم أن الملكة العربية السعودية يعني تحاول قدر المستطاع أنها يكون الحج يعني ميسر وسلس من بدايته حتى التفويج إيران ممكن كلنا يعني شهدنا من عشرات السنوات محاولة زعزعة تالي هذا الأمن صحيي وتدخلها حتى في عملية شؤون الحرمين تدخلت في هذا الجانب تقولون أنه هذا المفترض أنه كل سنة يعني يكون يعني يقود الحج الدولة محددة هذا حج بيت الله سبحانه وتعالى وليس المباراة أو الدوري ممكن أن ننقل نحن من جهة إلى أخرى بالتأكيد دعني بس أقف عند هذه النقطة لأتأكد من الصوت عند أستاذ ماجد أستاذ ماجد تسمعني الآن أحييك الله أختي أهلا أهلا بك أستاذ سألتك عن رأيك في تغطية الصحف اليوم كما قلت يعني التغطية بدأت أصلا بشكل جيد من قبل زيارة خادم الحرمين إلى مصر ثم إلى أنقرة والآن مع القمة الإسلامية كانت التغطيات ولأول مرة أو يعني هذه المرة أكثر تميزا مما سبق تنافسة الصحف كلها السعودية وحتى الوسائل الإعلام المختلفة السعودية المحلية سواء المواقع الأنترنت أو التلفزيونات في نقل أشياء خاصة أو تحليلات خاصة دقيقة فأعتقد أن الصحف قدمت بشكل كامل يعني عمل مويز كان هناك تميز لبعضها على حساب الآخر في بعض المعلومات الخاصة نعم هل من المتوقع أن تتابع الصحف غدا الملفات التي طرحت اليوم في أعمال القمة الإسلامية ما في شك أنها ستستمر ليس فقط متوقع بل أكيد أنها ستستمر القمة مستمرة وستستمر في المتابع وربما ليس فقط الغد ربما خلال اليومين القادمين لأنه هذه القمة يعول عليها الكثير هذه تعتبر من أهم القمة الإسلامية التي عقدت يعني نظرا للأحداث السياسية والعسكرية والظروف التي تحيط بالأم الإسلامية وبالكثير من الدول الإسلامية وبالشرق الأوسط إذن هذه القمة تعقد في ظل ظروف خاصة وبالتالي ستستمر متابعتها وتحليل كل بند سيخرج عنها في قراءة للمشهد أستاذ ماجد كيف تجد موقف إيران اليوم وهي تعيش توترا حقيقيا مع ثلاثة عشر من دول منظمة التعاون الإسلامي طبعا ما في شك أنه هذه القمة يعني بشكل خاص توجه يعني نقاط أو تحيط إيران اليوم بالقلم الأحمر وتضعها تحت المجهر العالم الإسلامي باعتبار أن هناك ما يقارب ستة دول مقاطعة لإيران وهناك اتفاق وإجماع من جميع الدول الإسلامية يعني يؤيد الموقف ضد إيران فيما يتعلق بالسفارة السعودية وفيما يتعلق أيضا بتحريضها ودعمها للإرهاب وبموقفها أيضا في العراق وسوريا وإيران موقف إيران اليوم موقف حرج وأعتقد أنه بعد القمة أو خلال القمة ستتضح يعني أو سيكون موقفها أكثر حرجا كل المؤشرات وقراءات الحالية وأكد أن الدول الموجودة والدول المشاركة في هذا اللقاء أو هذه القمة ستدين إيران وستتخذ مواقف يعني ضد إيران قاسية ولن تقبل باستمرار هذا التمدد الإيراني والثوري في الدول الشخيطة أو الدول البعيدة لأنه إذا تابعنا وجدنا أن هناك دول أفريقية ليست محاذية لإيران في الحدود لكن أضرار إيران أو التأثير الإيراني والتخريب الإيراني وصل إليها نعم أستاذ خلف تشهد هذه القمة أكبر كما نقول أكبر مشاركة من قبل الملوك والرؤساء في تاريخ القمة الإسلامية ما الذي يضيفه هذا من أهمية على هذه القمة لا شك أنه إذا كان رئيس الدولة أو صاحب القرار الأول في الدولة هو المشارك في هذه القضية فالقرارات هي تكون منبع لهذا الشخص يعني هذه أنت جوابتي في سؤالك أنه رؤساء الدول يعني القادة الرؤساء المؤثرين أصحاب القرار صاحب القرار الأول في هذا البلد في هذه الدولة في هذه الجمهورية هو اللي حضر هذه المناسبة نحن نتحدث عن الأشياء اللي ربما أنها تتحدث داخل القمة يش الأشياء ممكن تعالج أو الملفات اللي راح تبحث هي تقريبا 12 ملف من أهمها اللي هي قضية القضية العربية قضية الفلسطين كذلك عملية الإرهاب وعملية التطرف عندك الهجرة يعني الهجرة من الدول العربية هذه من ضمن الملفات اللي ستشارك فيها القمة وسنقشونها قادة الدول في عملية مشكلة الهجرة اللي حاصلة في بعض البلدان نرجع لعملية المشكلة برضو عندنا عندنا التطرف وعندنا الإرهاب عندنا القضية القضية الفلسطينية ربما هناك قليل من الدول ناقشتها وفي بعض القمم هذه أصبحت المناقشة على مستوى الدول العربية أو الدول المشاركة في القمة الإسلامية اللي استضافتها إسطنبول هذه السنة ذكرتي عملية أنه يعني إيش ممكن يضيفون لها أو إيش الأهمية أنه قادة الدول هي اللي تشارك إذا كان صاحب القرار اجتمع مع صاحب القرار في الدولة الأخرى نتج قرار فهذه هي الفائد المرجوة في عملية مشاركة قادة الدول في القمة لصنع قرار موحد ربما يخرج فيه البيانة النهائية لاجتماعه في هذه القمة جميل أستاذ ماجد فيما يخص لبنان هل وجدت تركيز من الصحف المحلية على موقف القمة فيما يتعلق بالأزمة بين لبنان ودول الخليج يعني هناك تناول محدود جدا لموضوع ملف الإيران في أو تأييدها للموقف المنظمة المؤتمر الإسلامي في إدانة إيران كان محدود لكن بعض الصحف ألقت الضوء على هذا الجانب وتحدثت عن أنه عقد اجتماع بين السفير السعودي في إيران العسيري وبين مسؤولين إيرانيين وتقريبا أنه سيكون هناك إدانة لبنانية للموقف الإيراني والاعتداء على السفارة والعديد من المواقف ربما نرى في هذه القمة تغيير للموقف اللبناني إثر الإجراءات والمواقف السعودية التي اتخذت ربما الإيرانيين أو العفو اللبنانيين شعروا بخطورة وضعهم بعد تخلي المملكة العربية السعودية عنهم وربما يتطور الموقف إذا لم يتخذوا موقفا في هذا اليوم أيضا لبنان مثلما إيران على المحك اليوم أيضا الموقف اللبناني على المحك سيكون الموقف حاسما بالنسبة للبنان اليوم نعم أستاذ خلف استعرضت صحيفة مكة في صفحة كاملة تاريخ القمم الإسلامية منذ بدايتها قبل 47 عام عرضت أبرز القرارات التي صدرت فيها وأيضا عرضت بعض الصور ما تعليقك من وجهة نظر صحيفة لإستذكار صحيفة من وجهة نظر صحفية لإستذكار صحيفة مكة لتاريخ هذه القمة هذه يعني يعتبر سبق صحفي ليست معلومات جديدة هي قديمة صحيح لكن يعتبر لفتة من صحيفة مكة أنه تميزت عن الصحف الصحافة وربما تحدثت عن ما يدور في داخل القمة والملف الذي سيناقش والتوقعات والمحللين ربما حللهم الآن أنت تحدثت أنه بداية أول قمة الأولى كانت قبل 47 سنة ربما يعني جيل كبير من المملكة اللي هو الجيل الشباب الآن يعني نسبة عظمى لم يعرف أو يطلع على القرارات التي اتخذت في القمة الأولى حتى القمة الحدي عشر وحن الآن في قمة الثانية عشر وحن في ثاث عشر من المهم فعلا عملية أنه الطلاع يعني إيش كانت مثلا الدول هذه كانت تفكر إيش القرارات التي اتخذت في دورة الأولى والدورة الثانية ودورة الثالث أنت تتكلمين على 47 سنة يعني شرفت على 50 سنة يعني أنت على نصف قرن تتحدثين من الزمان عن قرارات أسترت برضو ممكن من الأشياء اللي نوقشت أو اللي طلعت هل في عظم هذه الأشياء نتطبقت هل الأشياء نفذت هل هذه الأشياء ربما الناس تعالج في المستقبل وهي عبارة عن تذكير للجمهور في الأشياء اللي حصلت هنا مثلا كجيل جيلي أنا جيليك جيل الشباب مثلا اللي تحت هذا العمر أو جيل الثمانينيات والتسئينات لم يكنوا على طلاع وعلى دراية في الملفات القديمة كلنا ممكن نسمعنا في التاريخ أشياء محدودة لكن شغول مكة في هذا التغذية متميز جدا عرضت لنا الوقاع عرضت لنا الحقاق عرضت لنا يعني ملخصات للاجتماعات السابقة وبياناتها هذا يحسب لمكة وهذا لا يأخذ يسحب البساط من الصحف الأخرى أنها غطت لها كل غطة ولكن كل يعني توجه لجزئية محددة في تغطية الأخبار لكن ربما تميز مكة في هذا الملف نعم مستاذ مجد هل لديك تعليق على مقامة به أو دور صحيفة مكة ما في شك أنه عمل جيد وهذا العمل الإرشيفي وإن كان قديما إلا أنه يوفر معلومة جيدة لمن لم يتابع القمم السابقة لكن أعتقد أنه بما أنه الحديث عن التميز أقول أنه هناك مادة اليوم كانت فعلا فيها سبق وتميز واستطاعت إحدى الصحف وهي الوطن أن تحصل على البيانة الختامي للقمة ذكرت حتى أنه كان في 37 صفحة و196 فقرة اليوم بعض الصحف السعودية الإلكترونية وبعض المواقع الإخبارية وبعض القنوات تناولت من خلال رسائل وأخبار أنه نقلا عن قنوات تلفزيونية اليوم الوطن حصلت عليه من أمس بدليل أنه منشور اليوم فأجد أنه مهم جدا ذكر هذه المعلومة نعم أستاذ ماجد برؤيتك ما الذي يضيفه حضور خادم الحرمين الشريفين للقمة بوصفه زعيما للسلام في المنطقة حضور خادم الحرمين اليوم مهم جدا المملكة لم تعد يعني المملكة يعني الآن وضعها مختلف تماما المملكة تقود العالم الإسلامي بشكل مختلف عن سنوات مضت أنا أقول قلت في بداية حديثي أن هذه القمة مختلفة مختلفة لماذا لأنه الظروف المحيطة أيضا التحرك السياسي الذي قادتها المملكة في الشهور أو السنة الماضية كان تحرك مختلف تماما المملكة خلال هذا العام قادت تحالف في اليمن ثم قادت تحالف من أجل في أكبر عملية مناورة وهي رعد الشمال كانت هذه رسالة عربية إسلامية ضخمة جدا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المملكة أو على أي بلد إسلامي شريك في هذا التحالف حضور طبعا كل هذا تم بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل خادم الحرمين الملك سلمان حضور الملك سلمان ومشاركته والأحداث التي سبقت خلال هذا العام كلها تعطيك مؤشر إلى أين يتجه العالم الإسلامي وما هو الدور السعودي وما هو دور الملك سلمان في هذا أعتقد أيضا لو ربطناها بزيارة الملك سلمان لمصر ثم إلى تركيا كل هذا قد يعطيك مؤشر أو قراءة مختصرة أن الملك سلمان الآن والمملكة العربية السعودية تقود المشهد الإسلامي خاصة في ظل الظروف الحالية وتخلي الكثير من الدول أو انسحابها أو تلويحها بالانسحاب والحضور العالم الإسلامي أصبح الآن مطلوم منه أن يحمي نفسه وأن يصنع تحالفات حقيقية إسلامية لحماية نفسه نعم أستاذ خلف قبل قليل تحدثت عن عنوين الصحف أنا لفت نظري عدم وجود عنوين تحمل شعار القمة اللي هو الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام ما رأيك؟ هي لا شك أنه إذا ذكرت عنوان القمة ما عدا يبقى عندي أنا مساحة للعنوان اللي بحطها هذا كنظرة صحفية للصحف في عنوينها لأنه تقريبا ثلاث أربع كلمات أكلت عندي العنوان أنا ممكن أن أضعها في الكيكر أو موجودة ضمن المادة هي جميلة كما قلت لكن هي ليست العنوان القمة هي فقط شعارها وليس عملية توجه الصحف ما طلعتنا فيه اليوم إلى ماذا ستقول هذه القمة وكل صحيفة تقريبا أخذت جزء من هذه القمة يعني ممكن لكن برضو مكة كان عنوانها من ثلاث كلمات يعني كان جميل عنوان مكة وكان عنوانها عن السلام وهذا ممكن رسالة إلى العالم عن طريق صحيفة مكة أنها قمة الإسلام سلام وهذه أتوقع من العنوان البسيطة طبعا في الصحافة عادة أن لا يزيد العنوان عن سبع كلمات لكن مكة اختزلت القمة كاملة وضعتها لنا في ثلاث كلمات وأتوقع أنها برضو تحسب لمكة مكة بدأت تتميز نعم أقف عند هذه النقطة وأشكر ضيفي في الأستوديو نائب مدير تحرير صحيفة اليوم الأستاذ خلف الخميسي شكرا جزيلا لك خلف وأيضا من جد الإعلامي الأستاذ ماجد الكناني شكرا جزيلا لك أستاذ ماجد مشاهدينا نترككم مع مجموعة من الصور شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا لطيب المتابعة في أمان الله شكرا لطيب المتابعة شكرا لطيب المتابعة